عقدت أكديمات الأوقاف الدولية ومنتدى الحوار الثقافي الثاني لتزريب الأئمة والوعظات وخلال المنتدى أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن القيم لا تتجزأ والشخصية السوية لا تنفصم بين الواقع والفضاء الإلكتروني معتبرا أن التخفي وراء الصفحات الوهمية للهدم والإفساد ضرب من النفرق التحذير من التعامل الخاطئ مع الفضاء الإلكتروني وتقنيات التواصل الحديثة وكيفية التعامل بشكل صحيح من خلال ضوابط متعددة على رأسها الأخلاق الشخصية للمستخدم أبرز ما ناقشه منتدى الحوار الثقافي الثاني بالأوقاف في حضور عدد من الشخصيات الدينية والإعلامية حزننا من خطورة الصفحات الوهمية وأكدنا أن اختلاس التسجيلات خارج نطاق القانون خسة ودناءة وضرب من النفاق ويخل بالأمن المجتمعي وحزننا من أن يفقد العالم أمنه الاجتماعي بهذه الأفعال التي تقوم بها هذه الجماعات عبر الصفحات الوهمية والمتطرفة وعبر التصرفات غير الأخلاقية الحاضرون بالمنتدى حذروا خلال النقاش من المتخفيين خلف الصفحات الوهمية لأنهم لا يسعون سوى للهدم والإفساد وأن الانتهازية والنفعية المقيطة خطر داهم على الأمن والسلم الاجتماعي علينا بأن نستقي الأخبار من مصادرها الرئيسية هناك مواقع كثيرة موصوق بها هناك صفحة لرئاسة الجمهورية هناك صفحة لكل وزارة من الوزارات يمكن أن تكون مرجعية رئيسية وأساسية لنا للإطلاع على المعلومات الصحيحة والمعلومات الصادقة وأن نأخذ الحذر من المواقع المجاهلة من الحسابات التي تستهدف نشر الأكاذيب أخطر شيء بواجهة الدولة الوطنية مش في مصر باستدامة في العالم هي المعلومات المجذوبة التي تلعب على تشكيك في مؤسساتك وفي كياداتك وتحديدا مؤسساتك الحيوية التي تحمي الدول لأن الهدف الأساسي في هدم الدول هو تفكيك المجتمع بداية من تفكيك مؤسساته وصناعة فجوة ما بين المواطنين وما بين هذه المؤسسات الوطنية دورنا أن نحن دايما نبقى على تواصل وعلى تنبيه وعلى تأكيد وحوار متأدائم مع المواطن على خطورة هذا الأمر وكيف يصنع بعض إذن بالاحتكام للضمير والأخلاق في التعامل مع وسائل وتقنيات التواصل الحديثة يمكن تحويل تلك الوسائل من أداة هدم إلى أخرى للبناء والتعمير من أكاديمية الأوقاف للتدريب وليد هيكل التلفزيون المصري